السلام عليكم وحمد الله وبركاته. معاق عبد عيس حسن من موقع خدمات hub.com. هنتكلم النهاردة في جزئية تانية من control resource. ازاي يتحكم اكتر في control resource. لو احنا بسيطه على الدرس اللي فات ورجعته هتلاقي ان احنا قلنا ان احنا control resource اصلا بيديك سبع functions استيهين موجود هنا. او ما بتعمل control resource بيديك سبع function دول. ولما تعمل بتاعك السبع function دول هيشتغل. تعم? طيب. فرضا انا عندي function منهم مش موجودة. يعني مسلا فرضا انا حزفت الedit دي. انا مش عايز اعمل edit مثلا. تعم? طيب. فانا لو روحت ان اديت على function دي. اهو قلت له user وديته id وedit ده الباص بتاع function بتاع edit. لو ديته enter هيقول لي ان الedit method doesn't exist. ده حقيقي اللي انا ما عندش edit method في ال control. انا مش عايز كده. انا عايز في الكيس دي لما يكون عندي function مش سعبش موجودين يقدين على صفحة error. هعمل الكلام ده ازاي? هنروح دوقتي خلي رجع دي زي ما كانت. تعم? وهاجي هنا في رقم ثلاثة. وهدي له حاجة اسمها accept. accept دي بتستثني functions معينة. هنكتبها بس الاول كده. هي عبارة عن array. بيجوها كي بالشكلة. والفاليو بتاعتها بتاقي. بالشكلة. وهنا ما اكتب اسم الان انا مش عايزها تشتغل. تاني. accept بتستثني او بتاخد اسماء اللي انا مش عايزها تشتغل. اللي انا مش عايزها تشتغل. اللي انا مش عايزها تشتغل بتتحط في accept. فانا عايز اللي ما اشتغلش هنا. طعم بص هنا مش عايز edit اللي تشتغل. فاخد اسم كده. وحطها هنا. فانا كده edit مش هتشتغل. فلما اروح هعمل هنا دلوقتي هيقول لي ان الايه? الباص ده مش موجودة عندي. اللي هو ده او الروت ده مش موجود عندي. رغم من نخلي بالكو ان انا ما شلتش edit من الكونترولر. هو ايه اللي بيحصل هنا? اللي بيحصل هنا ان هو بيروح على الروت ويشيل منه او الروت الخاص بيه الفونشن دي. فحتى لو موجودة مش هتشتغل اصلا. تمام? موجودة ومش موجودة مش هتشتغل. انا شلتها. هيدي نفس لو انا عملت كده. نفس الكلام هيدي نفس الكصة وما فيش موجودة. الكلام ده جميل. يبقى انا عندي اول حاجة اللي بناه النهاردة ان انا بتشلي حاجات من الحاجة اللي انا مش هايزة تشتغل هي اللي تبقى في ايه? عكسها بقى. في حاجة اسمها only. دي معناها ان دي بس اللي هتشتغل. مفيش حاجة انا تشغلها. فانا دلوقتي عندي ايه اللي هيشتغل edit. فانا عملت refresh edit شغالة. طيب ده روحت على مسلا هيقول لك اليوزر دي اللي هي بتشغل الفونشن بتاعت الاندكس. فهتقول لك الاندكس مش شغال. طيب شغال الفونشن بتاعت الشو مثلا. مش شغالة. مفيش اي حاجة هتشتغل اصلا غير. يبقى تاني. يبقى بتشغل كله مع عادة اللي انا هديهولها. بتشغل بس اللي انا هديهولها. طيب في نقطة بقى هتريكي صغيرة جدا جدا لازم اتخذوا بالكم منها. طيب. لو انا عايز استسني الفونشن بتاعت الاندكس. بصوا ايلا هيحصل. اهلا تولي الاندكس. قلت له اندكس. ورحت على اليوزر. ادك ايه? ادك ارور. ليه ادك ارور? رغم ان انا بقول له ما تشغليش الفونشن بتاعت الاندكس لان ده الباص بتاع الاندكس عندي. طبعا دي تريكس غير قوي. بس لا مش نشرح حالدرس ده. اشرح حالدرس جاي لان احنا محتاجين ندج جوه يعني خشي جوه اللارفل جوه كور بتاع الارفل ونشوف ايه المشكلة دي. طبعا دي تريكي يعني شوية بس انا هاشرح لكم ونشرح لكم زي كمان لو في مشكلة زي تتراك المشكلة دي في الكور بتاع الارفل. اشوفكم الدرس الجاي والسلام عليكم وحمة الله وبركاته.